الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير رؤية أكل الرمان في المنام ما تنسونش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير رؤية تناول الكثير من الرمان في المنام دليل على تغيرات إيجابية في حياة صاحب الرؤية إذا رأى النائم أنه جائع ولكن لا يرغب إلا أن يتناول الرمان فتلك دليل على رغبة صاحب الحلم في الحصول على وظيفة ولكنه يحتاج وظيفة مرموقة بمنصب كبير والله أعلم بينما تناول قشور الرمان في المنام دليل على المعاناة من القلق والتوتر والحيرة والله أعلم يقول الإمام ابن سرين رحمه الله إن تناول الرمان في المنام دليل على حصول صاحب الحلم على رزق كبير خلال الفترة المقبلة إذا رأى النائم في منامه أنه يشرب عصير الرمان فتلك رؤية محمودة حيث تدل الرؤية على أن صاحب الرؤية شخصية مسؤولة وقوية تشير تلك الرؤية إلى أن صاحب الحلم شخصا قادر على التصرف بحكمة وتعقل وهو شخصية مسؤولة يتخذ قراراته بنفسه والله أعلم وإذا رأت الفتاة العزباء في منامها أنها تعصر الرمان فهذه الرؤية دليل على استقلال تلك الفتاة مديا واعتمادها على نفسها والله أعلى وأعلم إذا رأى النائم في منامه شجرة الرمان فهذه دلالة محمودة حيث تدل الرؤية على أن صاحب الحلم شخصا متزن عقليا كما تدل الرؤية على أن هذا شخصا يقوم بكل العبادات ويفعل كل التقوس الدينية وفي الوقت ذاته يعيش حياته والله أعلم بينما إذا رأى النائم في منامه أنه يقطع شجرة الرمان فتلك دليل على أنه رجل غليظ القلب ومتحجر المشاعر والله أعلم وقطع شجرة الرمان في المنام دليل على قطع صلة الأرحام والابتعاد عن الأهل والله أعلم قطف الرمان من الشجرة في المنام من الرؤية المحمودة والتي تنظر بالخير في أغلب الحالات والله أعلم لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة